السلام عليكم والتلفزيون بيتكلم عنها فاخدت وقت طويل قوي فمعرفش حد كتير قوي انه يحتفل باليوم الاسراء المعرك طبعا انا اول حاجة عايزة اسأل صاحبتي الاول قبل اي حاجة ايه ذكرياتك مع الاسراء المعرك يعني الليلة دي كنت بتعمله فيها ايه بجد هي كانت ليلة حلوة يعني كنا دايما بنتجمع في البيت وفي ناس كنت بتحتفل بيها بتعمل ليلة بيبقى فيها اكل وفي ناس بتعمل فيها الزكرة كان زميل ده في المساجد بقى وكان دايما بنسمع لداري الافتة دايما بتبقى فيها احتفال يعني بتسكت بقى طبعا احداث الليلة وزير وصلاة والسلام كانت الليلة دي بالنسبال ومعاجزة اه احنا عايزين نتكلم بقى يعني حاجة مختصرة كده يعني طبعا احنا مش بنتكلم بحاجة مختصرة عشان فيه كتير قوي ما تناولش الموضوع امبارح ولا اول امبارح فاحنا هنقول بقى بممناسبة الزكرة يعني الاسراء والمعرك دي كلنا عارفين انها دي معجزة ربنا سبحانه وتعالى لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة دي ربنا سبحانه وتعالى اصرى بيها رسولنا الكريم من مكة المكرمة اللي هو المسجد الحرام للمسجد الاقصى طبعا رسولنا يعني خد الرحلة دي ربنا سبحانه وتعالى بعتها له عشان تكون نصرة لي لان كومه كانوا بيحربوه وكانوا كله ضده لان الدعوة الاسلامية كانت ساعتها لست بينشرها وكانت كل ضده فربنا سبحانه وتعالى بعتها له نصرة وعشان يثبت له انه واقف جنبه زي طبطبة كده على فؤاده وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت ستنا خديجة لست متوفية رضي الله عنها وارضاها وكان عمه ابي طالب اللي كان بيستنده على طول في الدعوة ضد اهل كريش بس كانت مشكلة رسول عليه الصلاة والسلام انه كان زعلان جدا ان عمه ابو طالب ما دخلش الاسلام فربنا سبحانه وتعالى بعت له الرحلة دي اللي هي الاسراء والمعراج والرسول عليه الصلاة والسلام قام صلى بجميع الرسل في المسجد الاقصى وبعد كده احنا كلنا وكنا عارفين ان رحلة الاسراء والمعراج دي المفروض انها مع بعض بس الناس ما تعرفوش ان الاسراء دي كانت في سنة وبعد خمس سنين كانت رحلة المعراج بس طبعا معجزة ربنا سبحانه وتعالى انهما جمعهم هما الكنين مع بعض وعمل المعراج ده بعد ديها بخمس سنين بالنسبة للمعراج بقى بالنسبة للمعراج طبعا احنا عافين انهاية الموقف ده حصل بعد ما سيدنا محمد السلام عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الاقصى بالانبية فعرج مع سيدنا جبريل عليه على البروك طبعا البروك ده كان اصلا دابة ربنا سبحانه وتعالى خلقها خصيصا للرسول في الوقت ده طبعا هو بعد ما طلع في السماوات السابعة كلها وصل الى صدرة المنتهى طبعا هي حادثة المعراج اصلا ما تذكرتش في صورة الاسراء لكنها ذكرت في صورة الناجم بالضبط كده وطبعا الناس مكمن ما يعافوش ايه اللي حصل في المعراج نفسه لان في المعراج نفسه ده سبحانه وتعالى ربنا كان فرض الصلاة على المسلمين 500 فريضة 500 سنة فطبعا رسولته والسلام كان وقتها قابل سيدنا موسى عليه الصلاة سيدنا موسى قال له انا ادرى بقوم اليهود وادرى بالقوم من قبلك فارجع الى ربك واشكره التخفيف فسيدنا محمد رجع تاني وطلب من ربنا سبحانه وتعالى التخفيف فربنا خففها الخمسين فسيدنا موسى طلب من سيدنا محمد ان هو يطلب من ربه التخفيف فسيدنا محمد رجع وقال طلب من ربنا التخفيف فوصلها الخمس صلوات فطبعا سيدنا موسى حاب ان هو برضو يقول له لا كومك مش هيقدر فرسول عسلت والسلام استحى من رب من كتب الاسئلة فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد ان هي خمس صلوات في اليوم لكن اجراها واستواها بخمسمائة صلوات عايزين نتكلم بقى بخصوص بقى حاجة بسيطة كده بالنسبة ان بعد الاسراء والمعرك طبعا اهل كريش جيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كدبوه في البداية وقالوله ازاي ان انت بتروح احنا عشان نروح الشام مثلا بنروح في شهر رايح وشهر يعني رايح وجاي ازاي انت في ليلة وضحاة بتقول لنا ان انت روحت رحلة للسبع سماوات وازاي انت روحت من مسجد الاقصى من مسجد الحرام للمسجد الاقصى فقالوله طب خلاص انت عايز تثبت لنا ده اشرح لنا المسجد الاقصى شكله ايه طبعا رسول عليه الصلاة والسلام كان بيشرح المسجد الاقصى شكله ايه فهو بيشرح نسي فزعل بينه بالنفسه انه ازاي نسي طبعا شكله كده خاف ما يصدقهوش ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا جبريل يحط له المسجد الاقصى وقدامه على السماء وبدأ محمد عليه الصلاة والسلام يشرح المسجد الاقصى عامل ازاي برضو فيه ناس من اهل كريش كدبوا قال لهم طيب خلاص فيه كافلة هجلكم من الشام بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس ففعلا القافلة جد بعد طلوع الشمس ففيه ناس وكان اول من بيصدقوا طبعا هو سيدنا ابو بكر صديق رضي الله عنه وارضاه وهو اول واحد دخل في الاسلام بالضبط كده بعد رده يعني رسوع الشرط والسلام بعد ما وصل لسدرة المنتهى طبعا سيدنا جبريل توقف فسألوا سيدنا محمد اللي ماذا توقفت فقال له انا انت اذا دخلت فاختركت لك انت انا لو دخلت هحترك فطبعا سابه عند سيدة المنتهى ودي كانت بداية العرش لان اول مرة كان سيدنا محمد يشوف عرش رحمة عيشاته والسلام وطبعا كلم ربنا طبعا بالصوت زي ما سيدنا موسى عليه السلام كلم ربنا على جبل موسى ده بالنسبة للموضوع طبعا دي حاجة بسيطة كده بنعرضها عشان خاطل ليلة الاسراء والمعرك طبعا وطبعا انا قلتلكو كل سنة وانت طيبين عايزين نتكلم بقى على موضوع مهم جدا الكل بيتكلم عليه بس انا مش عايزة بقى مكررة الموضوع ده موضوع خاص بالكورونا فيروس هو مش خاص بالكورونا بس وخاص بكل الاسليب السلبية اللي كان المجتمع عايش فيها وده سبب الفايوسات والبكتورية لا انا عايزة تكلم على حاجة حاجة كوميدية هو الموضوع مش كومدي بالتأكيد يعني بس انا عايزة تكلم على حاجة برضو ايه مشكلة الشعب المصري بتاعنا ايه انه صراحي هو كويس وطيب وكل حاجة بس هباد اخر ثلاث حاجات يعني الشعب المصري عنده كده نظريت المؤامرة يعني هو بيتكلم بيقول لك والله ده فيه لا ده دي اشعاية لا ده بص يا جماعة اشعاية نظريت المؤامرة دي نركنا على جنب اي حاجة نركنا على جنب اللي احنا بنقوله ان ده فيروس اكتاح العالم كله ومن سطر ربنا محدشو خباله منها سطر ربنا طبعا ودايما بيحفظ مصر الحمد لله رب العالمين سطر ربنا انه خلاه احنا من الناشو صحينا لقينا الفيروس لأ احنا نمنا صحينا لقينا الصين وايران وايطاليا عندهم الفيروس يعني ربنا ادانا انذرات قبل ما يجينا هنا في مصر والحمد لله رب العالمين برضو عشان ما نقولش نوه هنا في مصر هو حاجة بسيطة جدا الحمد لله رب العالمين بس في ناس بعض الناس برضو مستكترين نوه يبقى حاجة بسيطة وبرضو عندهم نظريت المؤامرة انه يقولك لا ده فيه كمية لا يا جماعة احنا اهم حاجة الحمد لله رب العالمين ربنا حافظ مصر واهم حاجة نمشي بالتعليمات التعليمات ايه ايه بقى التعليمات بسيطة جدا ان احنا نوهات في البيت زي ما طبعا كل الدول عملت ومعليش يعني فيه بعض السلبيات برضو في اماكن معينة يجوا يقفلوا الكافي ويجوا يقفلوا القهوة ده كانوا قاعدين عند الكافي ومقفلين الكافي وبعدين تيجي الحملة تيجي الحملات وشوفهم قفلين وبعد ما الحملة تمشي يكونوا فتحين تاني طب ليه ماينفعش ماينفعش انت كده بتقذي نفسك وبتقذي لجنبك وبتقذي كل الناس التزموا 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 في البيت عشان المدة ما اطلش اكتر من كده ما احنا لازم نلتزم في البيت مش عشان كده كمان هما دلوقتي كان كلام صريحة وبيقولك الفيروس هو هياخد اسبوعين ليه فترة اسبوعين دي انا طبعا مش دكتورة بس انا يعني اللي انا عارفته ان احنا لازم نقول فترة الاسبوعين دي لاني حضانة فترة حضانة الفيروس فترة حضانة الفيروس هما الاسبوعين اللي هو بيتقاصر فيهم فلو قعدنا اسبوعين صدقوني مش هناخد نفس السيناريو بتاع ايطاليا لما ادوهم اجازة ونزلوا كلهم في تجمعات بيتفسحوا وخدوا الامر باستهانة فاحنا مش لازم ناخد الامر باستهانة وبرضو مش لازم نعمل زي قرية الجنوبية قرية الجنوبية دي كان في حاجة اسمها يعني حاجة كده اسمها المريضة 31 القرية الجنوبية دي ما كانش فيها امراض وكانت الدنيا بسيطة جدا وكانت العدد فيها قليل جدا الستي دي كانت سخنة جدا 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 من كتر السخنية ويراجب العربية عملت حادثة لما عملت حادثة راحت للمستشفى المستشفى قلت لها احنا نعمل لك تحاليل رفضت خرجت من المستشفى راحت اكبر تجمعات دينية هناك في كورية الجنوبية عادت اكتر من 1200 واحد بعد ما راحت التجمعات الدينية راحت تتغدى هي وصحبتها وكانت في فندق ساعتها وعادت ناس كتير جدا وصلوا لتمن تلاف وهي برضو مش مصدقة ان هي السبب في انها تعدي 8000 واحد احنا طبعا مش عايزين نبقى زي دي ولا زي اي حد خالص لان احنا مشكلتنا كلها ان العالم كله قاعد وخاطت ايده على خده ومستني تشوف مصر يحصل فيها ايه طبعا مصر امنة دي حاجة معروفة بس لازم ولابد ان احنا ناخد كل الاحتياطات بتاعتنا ومش عايد ان احنا تاخد الاحتياطات بتاعتنا ومش عايد ان احنا ناخد سيبرتو او كحول اللي هو بيقول عليه كحول ده مش شرط الكلافز او الجوانتي بالنسبة للجوانتي بقى بالنسبة للجوانتي هو اصلا يعني هو حاجة مش امنة اوي برضو الناس ما تفتكرش ان هما بلبس الجوانتي والكمامة هما كده هيحافظوا عن نفسيهم لان اصلا سبحان الله وتعالى ببنا خلق لنا جلدنا ده او بيحمل جراثيم مش هقولك انهم بيحملش بس سبحان الله مجادل انت بتغسل ايدك بالماء والصابون وبيتنشفها وبتسبح سواء مسلم او مسيحي بيسبحوا التسبح ده سبحانه وتعالى لوحده بينزل اي جوثومة من ايدك الجوانتي يا جماعة مش بيتلبس في كل الاوقات الجوانتي بتلبس لمجاوض الجوانتي ده نص ساعة يا جماعة وبيتقلعوا مفيش حد عنده يعني ممكن ناس تقولك انا مش مقتدر طب خلاص خليك في الماء والصابون ومش معنى انت لابس جوانتي دي جايبا من معاها اه الله مش معنى انت لابس جوانتي ان انت تمسك بقى الموبايل بنفس الجوانتي وكي عامل نفسك كده ان انت بقى اي محاوزة عن نفسك مسكت الموبايل بالجوانتي مجاد ما خلصت المكان ما حطيت الموبايل على التوابيضة او اي مكان انت عاد فيه او حطيت الموبايل في جيبك انت عملت ايدو الوقتي انت عديت الموبايل وعديت جيبك ونقلت كل الجواصيم اللي ملجونتي للمكان اللي انت للحاجة اللي انت ما سيكه تانية حاجة النظافة يا جماعة أساسا في أي مجتمع مش النظافة بس عشان احنا جلنا فيروس مش شرط صبونة معينة يا جماعة عشان محدش يقول صبونة معينة أي حاجة أي صبونة أي حاجة للنظافة الشخصية انت كده كده بتقسل ايدك يعني كل مثلا كل وقت قبل الأكل و بعد الأكل جيت من الشغل بتخسل ايدك على قل لكن للأسف يا هناء انا ما شفتش الثقافة دي اتقدمت في الوقت ده بس ومش كتير برضو بيعمل على فكرة في ناس معترضة يعني ممكن مش عايز اصلم ناس كتير ممكن 50% معترض و50% يعني بيهتم بيهتم وبيقوم بالتعليمات اللي بنقول بس السؤال بقى اللي بسأله هل الاهتمام ده هيفضل على طول ولا مجادة من الفيروس يخلص هب كل حاجة تترمي ونجع تاني ونرمي تاني والله في حاجة عايزة اقولها لك بس يا حنان ان موضوع الفيروس ده مش بس لا ده ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يعني حاجة اقولك ايه يعني ابتلاء ابتلاء الابتلاء بينزل بيزنب وبيرتفع بطوبة فربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بس مرضش ابتلي واحد بس لا ابتلانا كلنا عشان كلنا نحافظ على بعض وكلنا ايدينا في ايه بعض خد بالك بالزبط يعني ربنا ابتلاء كل على الكرة الارضية عشان احنا نسينا حاجات كتير قوي نسينا ان احنا ازاي نترابط مع بعض نسينا نسأل على بعض نسينا نخاف على بعض هي دي كان لمشكلتنا في الحياة فسبحانه وتعالى ربنا ربنا بعد الابتلاء ده عشان نخاف على بعض يا جماعة وعشان اولادنا نخاف عليهم ونخاف اي واحد ليه حد بيحبه يخاف عليه لو كل واحد خاف على اللي بيحبه والله العظيم هيطبق اي حاجة يعني الواحد دايما بيقول انا اكتر حاجة توجعني هو انا نفقد عزيز علي مش ما بيفكرش في نفسه لا فكر حد عزيز عليك ليك امك ليك اختك ليك ابنك اظني اكتر حاجة توجعك هي اللي منك بالزبط كده وهي اكتر حاجة باجعانة دلوقتي نحا طبعا البلد في حالة من الكساد برضو طبعا ده كساد على العالم كله طبعا احنا في البرنامج من هنا بنطالب الناس ان هي تتكاتف مع بعض اكتر واكتر مش معنى ان هي بس في وقت الفيروس لا يا جماعة حسوا بالبلد شوية حسوا بقد ايه اللي احنا فعلا محتاجين حاجات كويسة في حياتنا منستنش هيرفع حاجات كتير هيرفع حاجات كتير وبتمنى فعلا ان النظافة تكون اساسا اساسا في حياتكم ان رسول الشرط والسلام هو اللي حسنا على النظافة وفي مقولة كده بتقول النظافة من الإيمان احنا حفظنها لك ما نعرفش نطبقها يعني هي النظافة ألف بيه اخسل ايدك بالمية والصابون اعمل اي حاجة بالمية والصابون لكن محدش بيهتم بكده وده لغاية للأسف اللي احنا وصلنا له دلوقتي الكمامة اللي في الشوارع الزبالة اللي الناس بترميها ومش مهتمية مين يشيلها للأسف حتى ما بيهتموش بعمال النظافة يعني من الاول المفاوض النظافة دول يلبسوا الجوانتيات ويلبسوا نحنا قولنا الجوانتي من غيرهم احنا فعلا يعني هنحتاس بمعنى الصحة ده دورهم ده دورهم وللأسف يا جماعة انا لما باجي الاقي حد في وسلم وصلات بيكح كده في وشه لقدامه وبيعتص انا بقى مستغربة مره واحد بقول انت مستغربة ليه انا اكح في اي حتة يعني حتى رده مش عارفة بصراحة رده دايقني ده حتى وصله يا صلواته والسلام امرنا حتى في اسلوب العطس اللي احنا نغطي وشنا مش لقي حاجة اتغطي بها اغطي بكمك حتى اليهود ساعتها اتغازوا قوي من الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان اي حد مسلم بيعتص بيقول له يا رحمكم الله فهم عاديين مع الرسول بيقول له يا رسول الله احنا عايزين نبقى زيهم لما بنيجي نعتص لي ما بتقول لناش كده قال لهم انا كفاء عليها لانا اقول لكم يهديكم ويصلح بالكم حتى اليهود حسدونا على تشمس لا خدي بالك الدراسات في امريكا اثبتت ان اول حكر صحي الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي نفذه كان جاء وباء ايام الرسول عليه الصلاة والسلام ومات 25 ألف واحد فامر سيدنا عمر بن العاص انه يلتزم الناس تلتزم بيوتها يعني الحكر الصحي ده كان اول من طبقه هو رسول عليه الصلاة والسلام يعني مش حاجة جديدة يعني الوابة ده بلاش نظرية المؤامرة طبعا انا بقول عليها دي مش حاجة جديدة الوابة ده ما كانش فيه ايام زمان لا طيارات ولا تكنولوجيا ولا اي حاجة وسبحان الله يعني دي حاجة مذكورة في الكرآن ده ابتلاء ولازم كلنا نتكاتف عشان ان شاء الله يعدي على خير احنا عايزة اقول لكم بوضو ان الابتلاءات دي جماعة احنا في دار دنيا يعني ما تحسوش ان الابتلاء ده حاجة غضب من وبنا او زعل منه بالعكس ربنا لما خلقنا في الدنيا دي خلقها دار ابتلاء مش دار سعادة اللي يفتكر انها دار سعادة يبقى غلطان لما ربنا بيبتليك يبقى بيحبك عشان يشوف اللي فرق ما بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف طيب فهي دي بقى الفترة اللي احنا فيها المفروض بقى نعمل ايه الناس اللي ربنا اعطاها من رزقه ورحمته طبعا رحمته واسعة شاملة لكل بس فيه ناس مقدرة تقدر انها ساعد الناس اللي قطيومها زي ما بيقولوا وفيه فعلا حملات بدأت فيه ناس بدأوها اللي بيتكفل بعشر أسر اللي بتكفل بعشرين أسر يريد كل واحد يبدأ من نفسه يعني انا مثلا لو انا في حي معين ابدأ انا مش هعرف كل الناس اللي محتاجة طبعا بالتأكيد هيبقى فيه الجوامع هي سلة الوصل ما بينه وما بينهم فكل واحد قادر ان هو يعمل حاجة يريد يحاول يعملها دي حاجة فيه حاجة مهمة جدا برضه فيه ناس بتشتغل يعني فيه ناس مثلا شغالة في شركات خاصة يريد يا جماعة الاسبواندل احاول نمشيهم للناس اللي بتشتغل في شركات خاصة ونقعدهم فيها ونمشي مرتباتهم يعني ما نقطعهاش يعني نحاول نساعد البلد مش هتعمل كل حاجة والحكومة مش هتعمل كل حاجة ما اللي احنا بنقول ليه لازم نحط ايدنا في ايد بعض ولازم نخاف على بعض لو واحد مرد فيه كتير اوي هيقض كتير اوي وراه فلازم يا جماعة نبست نظرة انسانية اكتر من كده ولازم نحاول نتكاتف تاني انا بقولها كتير اوي ليه في الحلقة دي لان انا بشوف فيه ناس تقول لك ايه طب انا كويس انا فيه واحد كان بيكلمني في التليفون صحيح وبقول له دلوقتي الفيروس قال لي بس انا مش شايف حاجة قلت له ربنا يكفيك شر انك تشوف الحاجة دي او الله فبعدين بيقول لي ايه بيقول لي اصلي ما فيش ولا حالة ظهرت في المكان اللي انا فيه قلت له هو ده العيب بقى يعني كلنا مستنيين الحالة تظهر في المكان اللي احنا فيه وساعتها انت مش هتشوف ده انت لقدر الله هيتنقل على طول ففيش ده ان احنا نشوف مش عايزين نشوف احنا عايزين نطبق النظرية احنا دلوقتي بنشوف الدول التانية عاملة ازاي مش عايزين نوصل للمرحلة دي دي حاجة عايزين برضو نخفف على بعض اللي معاه حاجة يساعد ديها اهلا وصلا والناس اللي بتتعلي في تجارة الماسك والجلافز يعني بناش مش عايزين نقولهم ايه بصلا اه يعني الدنيا تبقى هادية شوية تبقى احسن مش نقص استغلال يعني احنا دلوقتي الحكومة الحمد لله رب العالمين ساعدتنا كتير او والقرارات التي صدرت اخر يعني انبارح دي من رئيسنا الجميل عبد الفتاح السيسي متهيالي كانت حاجة حلوة جدا ومبادرة جميلة جدا برضو فياريت احنا نكملها بقى يعني احنا كشعب نكملها بالزبط كده لازم نمشي ايد بايد ونسمع الكلام بقى شوية عشان كفاءة الحصان او بلاش نظرية المؤامرة بالزبط كده مفيش نظرية مؤامرة جماعة وبلاش الهبد بقى يعني اللي بالزيادة ده بلاش يعني احنا خلاص امر واقع ولازم نعديه والابتلاق ده مش هيبقى اول ابتلاق والاخر ابتلاق احنا طول ما احنا عايشين هيبقى فيه ابتلاقات فبقول للناس انت نستيتي برضو حاجة مهمة احنا مصر الحمد لله رب العالمين الكوارس بتاعتنا كوارس طبيعية عمتا يعني بتخش عندنا بتفقد هبتها يعني بتخش كبيرة بتفقد هبتها فدي حاجة كويسة يعني ان شاء الله ربنا يحمينا ويحمي بلدنا وبلاد الناس اجمع يا رب ويا واب يعني لو كان طيب معلش بقى معلش بقى دلوقتي احنا هناخد فصل ونرجعلكو تاني ان شاء الله بالدفتنا خبيرة التجميل لأمونا بركات هنتكلم في كل ما هو خاص بالبشرة والشعر وبما اننا احنا قاعدين فهنسألها بقى هنعملوا احنا قاعدين في البيت احنا قاعدين في البيت احنا قاعدين في البيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة